ارتفعت أسعار الوقود والمنتجات البترولية في كافة دول العالم وذلك على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا يأتي ذلك كنتيجة طبيعية لارتفاع أسعار البترولي الخام عالميا ليتخطى سعر البرميل من خام برينت 130 دولارا خلال شهر مارس الماضي ما بين جائحة كورونا وتداعيات الأزمة الأوكرانية تعلقت سلاسل الإمداد وتعمقت الأزمات الاقتصادية حول العالم على خلفية نقص الغذاء والوقود وفي ظل هذا الوضع المتأزم شهدت أسعار البترولي الخام زيادة غير مسبوقة عالميا ليتخطى سعر البرميل من خام برينت 130 دولارا خلال شهر مارس الماضي وهو من عكس بدوره على أسعار الوقود والمنتجات البترولية في كافة دول العالم خاصة مع تراغع المغزونات لمستويات منخفضة تاريخيا الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة أقوى اقتصاد عالمي لم تسلم من تلك الضربة الموجعة ليرتفع سعر البنزين لمستوى تاريخي خلال شهر يونيو الماضي مسجلا خمسة دولارات لجالون الواحد وتعتبر هذه المرة الأولى في تاريخ البلاد التي يصل فيها متوسط سعر الوقود إلى هذا الحد أما المكسيك فلم تجد مفرا غير وقف دعم البنزين في مناطقها الشمالية القارة العجوز أيضا تعاني من عجز بأكثر من مليون برميل يوميا في إمدادات الديزل والبنزين مع انخفاض قدرة التكرير في روسيا وبوصف المشهد بشكل عام قالت وكالة الطاقة أن سوق النفط العالمية تسير على حبل مجدود بين نقص الإمدادات وركود اقتصادي محتمل مع تأثر الطلب بالفعل بارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع الاقتصادية هذا تصدرت المغرب الدول العربية بأعلى سعر للبنزين للتر الواحد ليصل إلى دولار وثمانية وستين سنتا في يونيو بعدما كان دولارا وستا وأربعين سنتا في مارس الماضي بزيادة قدرها أربعة عشر وتسعة من عشر بالمئة وتأتي الأردن في المركز الثاني من الدول العربية التي شهدت ارتفاعا في أسعار البنزين بشكل ملحوظ خلال الشهرين الماضيين ليصل سعر البنزين لدولار وستمائة وواحد وثمانين سنتا في منتصف يونيو تلته لبنان بسعر دولار وأربعمائة وتسعة وعشرين سنتا للتر السودان جاءت في المركز الرابع عربيا بعد ارتفاع سعر البنزين بنسبة 33.3% ليصل إلى دولار ومائتين وثمانية وستين سنتا والإمارات زاد سعر البنزين من ثمانمائة وتسعة وأربعين سنتا في مارس ليرتفع إلى دولار وسنت واحد للتر في يونيو الماضي إذن هي زيادة اضطرارية في الأسعار فرضتها التحديات العالمية لتنال من جميع الدول دون استثناء في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة